كشفت شبكة CNN الأخبارية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي يدرس تفكيك الرصيف العائم الذي شيده قبالة ساحة القطع غزة ونقله إلى إسرائيل وسط مخاوف من احتمال تضروره مرة أخرى بفعل شدة الأمواج يأتي ذلك بعد أيام من استئناف عمل الرصيف العائم في تسليم شاحنات المساعدات الإنسانية قبل توقف عمليات برنامج الأغذية العالمي في توزيع المساعدات الإنسانية منذ أيام حيث باتت الشحنات مكدسة في منطقة قبالة الساحل